أنا دايماً وهحكي لحضراتكو قصة ويمكن أنا حكيتها لحضراتكو قبل كده إحنا دايماً لما كنت بتشرف بأن أنا ألعب في نادي الأهلي كنا دايماً معروف الجيل من اللي كان موجود كان تريكة وبركات وجمعة وإحمد متعب وشادي وكل المجموعة وإحمد السيد وشوقي وإحمد النحاس وكل الناس عشان ما نساش حد ولكن المجموعة دي والله والله كانت بتستنى من مباراة لمباراة وإحنا نزلين الملعب ليه؟ لأنه جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي كان بيعمل ايه؟ أولاً الاستاذ مقفول 90% من الماتشاط 95% من الماتشاط الاستاذ على الأقل فيه 30-40 ألف متفرج أيامها يعني فال30-40 ألف متفرج دول بيبقوا معاك كل ماتش وشافوا المباراة اللي فاتت مثلاً المباراة اللي فاتت الأهلي بيلاعب المباراة اللي فاتت الأهلي كان بيلاعب مين اللي تعادلنا فيها دي؟ المباراة اللي فاتت أي مباراة أي اسم نادي الأهلي بيلاعب الاتحاد والمباراة اللي جاية الأهلي بيلاعب السيراميكا كلوبترا فالشناوي كان هو أفضل لاعب الجمهور كان بيعمل ايه؟ يجي مباراة السيراميكا بكرة مثلاً الشناوي هو نازل بيبقى الفرقة كلها نازلة كل اللاعبين بيبقوا نازلين مع بعض بيندهوا على اللاعب اللي الجمهور شايف أنه هو بذل أقصى مجهود وموت نفسه مهما كانت النتيجة فكنت تلاقي مرة أبو تريكا مرة بركات مرة جمعة مرة شادي مرة عماد مرة متعب مرة حسام عشور مرة شوقي مرة فلان ممكن أبو تريكا يفضل هو خمس ست مطشاط اللي كويس فالناس تنده عليه أو الجمهور ينده عليه كل مباراة هو الأول الأول دائما هو الأفضل فكلنا كلاعبين كنا بنموت نفسنا في الملعب عشان نسمع نسمع صوت الجمهور وهو بينده على أبو تريكا مثلا أنا أنا كنت يعني مش عايز أقول له حضراتكم ما بسمع اس اس دي والله جسمي كله كان بيقاشع أنا وغيري 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 كلنا فأنا نفسي نفسي ودايما أنا بحكي الموضوع ده لكل اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في هذا الجيل أقول لهم اعملوا موتوا نفسك وتعبوا موت نفسك في كلهم بيتعبوا طبعا لكن موتوا نفسك أكتر علشان الجمهور اللي في ظهركوا ده ملوش زي جمهور النادي الأهلي ده ملوش زي جمهور النادي الأهلي ده لما يقف وراك صدقوني هتكسب كل حاجة وأنا الكلام ده بتكلمه عن تجربة مش بتكلم كلامه خلاص أنا ما بقولش كده وخلاص أنا كسبت الصفاقسي في الصفاقسي أهما كان الصفاقسي ده كسبت الصفاقسي في الصفاقسي بتلاتين متفرج ولا أربعين متفرج كان منهم الشيطرق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي كان ساعتها مشجع للنادي الأهلي كانوا تلاتين أو أربعين واحد موجودين في استاد رادس ساعتها وقدرنا نكسب وصوت لتلاتين أربعين واحد دول كان مسموع جوة تلاتين ألف والله العظيم تلات هذا حصل فجمهور الأهلي جمهور مختلف اسمعوا كلام أنا بحكي لكم تجربة تجربة أو خبرة خبرة كبيرة جدا في هذا الأمر إن الجمهور ده وكلامي ده أنا بوجهه للعيبة الجمهور ده أحلى حاجة في الدنيا اعمله وبزله أقصى مجهود وحسوا بيه حسوا هم بيعملوا إيه حسوا بيحصل فيهم إيه عشان يخشوا يتفرجوا ويشجعوك شوف هم بيقاسوا إزاي عشان يروحوا استاد الأهلي والسلام اللي في مدينة السلام اللي في آخر الدنيا عشان يجي ورك ويشجعك وهم دخلين والمضايقات اللي بتحصل والأمور اللي بتحصل كل حاجة حسوا بالحاجات دي صدقوني وبرضه مرة تانية أنا بوجه كلامي لللاعبين كل شوية بقول هذه الكلمة لأنهم بياخدوا كلامي يقولك بص بيقولوا ضد الجمهور فتاخدوا الحاجات دي وحطوها جواك وشوفوا الجمهور بيعمل إيه عشان خطركم صدقوني هتكسبوا كل المطشات بدون أي تعب مش بدون أي تعب فنياً وتكتيكياً والكلام ده كله أنا عارف أنه أنتوا بعاكم مدير فني رائع يستطيع أنه هو يقود المباراة وإنتوا لعب جمدين جداً لكن اللي ينقذكم المطشين 3 اللي فاتوا روح الفانيلا الحامرة انسى أي حاجة انسى أي زعل انسى أي حاجة وفكر في حاجة واحدة بس الناس اللي جاي تشجعني دي جمهور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي اللي في كل مصر بيبقوا عاديين الواحد لما بيبقى بيشتغل والله العظيم 3 ده بيحصل في البنزين في البنزينة لما بتبقى واحد بتحط بنزين وفي مطش الأهلي شغال تلاقي الرجل بيحط البنزين كده وبيبص على المطش يعمل إيه المطش عامل إيه مطش الأهلي لو الأهلي بيلعب مطش ودي بيحصل الكلام ده الكلام ده بيتقلي من كل الناس اللي موجودين فحسوا بالجمهور واعرفوا أن الجمهور ده هو الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء أنا آسف طولت في هذا الأمر ولكن أنا اقتناعي أن احنا عندنا مجموعة لعبين جيدين ولكن عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في روح الفانيلا الحمرة بقالنا 3-4-5 مطشات من بعد الإقاف في حاجة مش حاسسة وبعد الشوت بتعمطش المحلة احنا مش كسبنا للتحاد 3 ولكن نفس الكلام ده ينطبق على مباراة للتحاد فأرجو من كل اللاعبين كلنا ثقة فيكم وكلنا في ظهركم وحنفضل في ظهركم طول ما انتوا بيتحملوا شعار النادي الأهلي الجمهور ينتظر بكرة ان شاء الله ان شاء الله هتقول لي يا عمي ومطش آه مطش بكرة قد تكون بداية جديدة لهذا الجيل من اللاعبين مع جمهورهم ومع نديهم ومع قدرتهم ومع جهازهم الفني لما هو قادم حضرتك هتلعب مطش بكرة وبعدين عندك مطشين تلاتة كمان وبعدين هتروح تلعب في كاس العالم للأندية اللي العالم كله بيتفرج عليك هنلعب بهذا الشكل وبهذا الأداء لا لن يستطيع أحد ان هو هنتفرج على الأهلي ولكن هنبقى بنموت لو شفنا هذا الأداء في كاس العالم هتبقى عندنا مشكلة كبيرة ومشاكل كبيرة جدا فأرجو ان يكون التركيز بكرة ان شاء الله مية في المية مية في المية علشان كل جمهور النادي الأهلي ينتظر من لعبته بكرة ان هم يقولوله احنا اسفين مش من خلال الكلام ولكن من خلال الملعب